تتأهب أوكرانيا لهجومها المضاد والذي سيشمل زابوريجيا فيزداد الخطر من كارثة نووية محتملة ولمنع الفاجعة قبل حدوثها كشفت صحيفة واشنطن بوست عن استعداد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي لتقديم خطة إلى مجلس الأمن الدولي تضمن حماية محطة زابوريجيا النووية خمسة مبادئ تستند إليها خطة جروسي الطموحة أولها التزام الطرفين بمنع نشر معدات ثقيلة أو عسكريين داخل المحطة وثانيها حظر إطلاق النار من وإلى المنشأة النووية بما في ذلك الامتناع عن مهاجمة العاملين في الموقع أما ثالثها فيتمثل في ضمان حماية أنظمة الأمن والسلامة لمنع أي عطل في المحطة رابعاً الالتزام بحماية جميع خطوط الطاقة التي تمد المنشأة بالكهرباء وأخيراً وضع إطار يسمح بمراقبة التزام الطرفين بتلك المبادئ ومن المقرر أن يقدم جروسي اقتراحه إلى مجلس الأمن أواخر الشهر الجاري وفق الصحيفة على أن تصطدم الخطة بتحدي أكبر يتمثل في الحصول على موافقة غالبية الأعضاء لتمريرها اللافت في خطة جروسي هو خفضه صقف توقعاته بعد أن فشل في إقناع الطرفين بإنشاء منطقة آمنة حول محيط المحطة بأكملها وتعيش زابوريجيا والمناطق المجاورة على صفيح ساخن مع إعلان سلطة روسية انقطاع الطيار الكهربائي عن المنشأة للمرة السابعة وعملها على المولدات المخصصة للطوارئ تصعيد يأتي بعد أسابيع قليلة من إجلاء روسيا سكان بلدة محيطة للمحطة ما ينذر بوصول التوترات هناك لمستويات خطيرة